لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت العميد الركن المتقاعد نزار عبدالقادر الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية سيد نزار مرحبا بك معنا دلالات هذه الزيارة من هذا المسؤول العسكر الأمريكي رفيع المستوى لأسيا ما في هذا التوقيت الدقيق أنا أعتقد بأنه أولا تاريخ العلاقات العسكرية اللبنانية الأمريكية هو طويل ويعود في ذاكرة إلى عام 1958 وأمريكا تهتم دائما بالواقع بمؤسسة الجيش وحيث تعتبرها أنها الضامن الأساسي للاستقلال والاستقرار والأمن في لبنان أنا أعتقد بأنه الآن هناك ظروف خاصة جدا تستدعي حصول مثل هذه الزيارة أولا هناك موضوع البعابر والحدود اللبنانية مع سوريا وهناك أيضا شكوى لبنان من بدء إسرائيل للحفر على مقربة من المياه المنطقة الخاصة الاقتصادية الخاصة للبنان وكل هذه يعني عادة لبنان يعبر عن هواجسه في هذه المواضيع للولايات المتحدة وأعتقد بأنه في الفترة الأخيرة وبسبب اللغط الذي رافق التشكيل حكومة حسين دياب والتي سميت حكومة حزب الله يعني رأينا اهتمام خاص أمريكي بدأته السفيرة ولان يأتي قائد القيادة الوسطى المركزية بالواقع للاطلاع على موضوع دور حزب الله الخاص سواء على الصعيد السياسي أو الأمني ومدى تعكيره للعلاقات اللبنانية الأمريكية خاصة بأن حسين نصر الله في الفترة الأخيرة تحدث يعني عن أن أمريكا تحاصل لبنان وهي تريد تجويعه أو تسليم سلاحه وقال بأننا نختار الاحتفاظ بالسلاح لنقتل الأمريكيين فيه فإذا كل هذه التطورات الدراماتيكية والتي يمكن أن تؤثر على الأجواء العامة للعلاقات يأتي هذا المسؤول الكبير ليؤكد دوام واستمرار المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وللدعم بالتدريب والسلاح لكن سيد نزار بهذه الزيارة لهذا المسؤول العسكر الرفيع واللقاءات لم تقتصر على نظرائه اللبنانيين العسكريين بل التقى بسياسيين كذلك بتصورك البحث عن أرضية ماء للخوض في مخارج ماء أيضا للبنان من أزمته القائمة ولهذا التوتر القائم في العلاقة بين بيروت وواشنطن هل إلى أي مدى باعتقادك كان حاضرا فعلا وبالإمكان التعويل عليه سوف يعني القيادة الوسطى وفقا لمعلوماتي يعني وعنى من العارفين يعني بالتنظيم القيادي الأمريكي ودور هذه القيادة أعتقد بأنه دائما عندما يزور دولة معينة قائد القيادة الوسطى لا يكتفي باجتماعاته بالقيادات العسكرية ولكنه يحاول الاجتماع بالقيادات السياسية للاطلاع على الأجواء السياسية والأمنية بالمعنى الاستراتيجي لأنه تعرف أن هذه القيادة هي مسؤولة عن أكثر المناطق أهمية في السياسة الأمريكية على كل الأصعدة العسكرية والجيوستراتيجية والاقتصادية ولذلك يعني من الطبيعي جدا أن يجتمع بأكبر عدد من المسؤولين على المستويين السياسي والعسكري وأيضا ديبلوماسي يعني ورأينا نحن هذا الاهتمام الأمريكي قد سبق وصول الجنرال مكينزي حيث عبرت السفيرة الأمريكية كما تذكر يعني بمؤتمر صحافي طويل عريض مما عثار خطاب السيد حسن نظر الله واتهمها بتجاوض صلاحياتها وهو يوصي بالدعوة إلى تنبيه وإلى آخر لذلك يعني الوضع الأمريكي العسكري الآن يأتي في خضم هذه التطورات والذي يأتي يعني الجنر المكينزي ليؤكد من جديد للسلطات اللبنانية بأنه بالرغم موجود نظام العقوبات القائمة على قانون قيصر ومدى الإحراج الذي سيتسبب به أمنيا والمشاكل التي يمكن أن تطرق عبر المعابر الحدودية مع سوريا بأن القيادة العسكرية الأمريكية يعني تؤكد على دعم الجيش اللبناني وعلى استمرار هذه العلاقة التاريخية القوية شكرا جزيلا على انضمامك علينا من بيروت العميد الركني المتقاعد نزار عبد القادر الباحث في شؤون السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا على انضمامك علينا من بيروت العميد الركني المتقاعد